سلسلة غير منتهية من العقوبات التي تواصل فرضها واشنطن على العديد من الشخصيات التابعة لميليشيا حزب الله اللبناني أحد أهم أذرع إيران في المنطقة من أجل تضيق الخناق على الميليشيات التي تسيطر على لبنان بالقوة العسكرية والسياسية المصرف المركزي اللبناني وما يلحق به من شبهات أحد المؤسسات التي تلاحقها أمريكا في محاولة لتهميش ميليشيا حزب الله وتخفيف المشاكل السياسية والاقتصادية التي تتسبب بها في لبنان بحسب تقرير نشرته صحيفة والستريت جورنال والتي أكدت أن تلك الضغوط ستكشف عن عمليات غسيل أموال لمسؤولين بارزين في الميليشيا تجري في هذا المصرف الصحيفة أكدت أن الضغوط على المصرف تعد خطوة لطالما استخدمتها واشنطن ضد أعدائها في كوريا الشمالية وإيران في الوقت الذي تؤكد واشنطن أن معظم نشاطات ميليشيا حزب الله المالية في الخارج تأتي من نشاطات غير مشروعة بما فيها تهريب المخدرات الصحيفة الأمريكية نقلت عن مسؤولين لبنانيين تأكيدهم أن مصرف لبنان كان محوريا في تمويل ميليشيا حزب الله فيما أشار إلى أن الجهات السياسية والاقتصادية المؤثرة في البلاد عرقلت جهود الدولية لمراجعة حسابات البنك حيث لم تنجح جهود التدقيق الأخيرة سيما بعد أن أعلنت الجهة التي كلفت بالعملية الانسحاب بسبب عدم حصولها على منفذ للإطلاع على سجلات البنك مصادر صحفية أكدت أيضا أن حاكم بنك لبنان والمسؤولين الذين يشرفون على التنظيمات المالية ممن لهم علاقة مع ميليشيا حزب الله ومن بين الذين يقومون بعرقلة عمليات التدقيق ما يجعلهم عرضة للعقوبات التي تعتزم واشنطن فرضها وعلى ما يبدو فإن زيارة قائد فيلق القدس في الحرس الإيراني اسماعيل قآني السرية إلى لبنان والتي أكدتها صحيفة لوريال لوجور اللبنانية جاءت من أجل العمل على تخفيف وطأة الضغوط التي تمارسها أمريكا على ميليشيات إيران وأذرعها لحين تسلم جو بايدن السلطة في كانون الثاني القادم ترجمة نانسي قنقر